اشتركوا في القناة مقيتي التي اوصلت عماد ميشيل عون الى رئاسة الجمهورية نحن لم نكن جزءا من هذه التسوي ويعرف القوصي والداني انه نحن بذلنا كل جهد ممكن لعدم وصول عماد ميشيل عون الى رئاسة الجمهورية وبذلنا كل جهد ممكن محليا واقليميا لردع الرئيس سعد الحريري عن السير بهذه التسوي لانه كان عندنا تصورنا السياسي وممكن نصل لمرحلة مثل هذه المرحلة اذا بدي عمل انا بيك بس اختصار شديد هذا العهد اولا نحن في هذا العهد من الاساس معروف موقفنا يمكن يقال انه صوتنا لانه انضمينا لكن صوتنا ما بيقدمه باخير مع كل الجهد اللي عملتولي ثاني الرئيس الحريري مثل ما عم بتقول وانه انتو كنتو شايفين لوين واصل الامور و الى اخرين بس بالاخر صوتته بالاخر بنا نشوف بهالصندوق شو نزيل انتو مشيتوا بهذه التسوية لا ما مشينا بالتسوية اذا صوتت مش معنات لا لا ما مشينا بالتسوية خلينا شرح لك نحن ما مشينا بالتسوية نحن صوتنا لانه شفنا اجمع مسيحي بين دكتور سامير جاجع وبين عماد ميشيل عون وفي حساسية للوضع الدرزي المسيحي بالجبل قال وليد جنبلاط انا رح صوت رغم عدم قنيعتي بالامر نزلنا وقسم مننا صوت لعماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية بس بذكرك هذا العهد من يومه الاول كنا نحن نحن تجاهه في موقع الاستهداف وكنا في موقع التصويب علينا موقع الاستهداف اولا بالحكومة بالحكومتين اللي نحن شاركنا فيهم بهذا العهد تم ازدراءنا وتهميشنا والتعامل معنا بابشع الاشكال وبتتذكر شو كان يصير مع مروان احميدي بوزارة التربية وانا في احدى المرات عندما جدلت واكثرت من الجدل باحدة جلسات الحكومة على موضوع الكهرباء واعترضت على موضوع الكهرباء قال لي احد المسؤولين الكبار على الطاولة قال لي سجلوا اعتراضوا وخلينا نكفي المسؤولين الكبار لي مش رئيس الجمهورية احد المسؤولين الكبار يعني الوزير بسيل او مين لا مسؤولين كبار عابحكي رؤساء قال لي سجلوا اعتراضه وخلينا نكفي بمعنى أنه لزوم ما لا يلزم بمجلس وزراء وكانت هذه التسوية حكمة لكل القوة وهمشت الكثير من الناس إجا الاستهدافة الثانية بعد مننا طبعا نفس الشيء بموضوع الأملاك البحرية نفس الشيء بموضوع مشاريع القوانين بين وزارة الطاقة وبين وزارة الأشغال العامة اللي هي ملايين الدولارات التي صرفت تنفيعات في المناطق اللبنانية نفس الشيء بموضوع الأكثر شيء موضوع أخذ جدل بموضوع ضريبة التصعودية ضريبة الدخل التصعودية يجا الاستهداف الثاني خلينا نكفي لك بقانون الانتخاب هذا قانون الانتخاب الذي صيغ هذا القانون المسخ الذي أسميته قانون المسخ هذا صيغ على قاعدة أساسية لاستهداف وليد جملة واستهداف الحزب التقافي يا رطيط هلأ قانون انتخابة نعمل ونشغل وكل هالتشاورات والآخرين نعمل بس لاستهدافكم جزء أساسي منه استهداف وليد جملة بتمثيله الوطني استهداف وليد جملة حتى بتمثيله الخاص وبحب ذكرك جزء من الاستهداف كمان زيارات الاستفزازية المتكررة لوزير رئيس طيار الوطني الحر اللي آخرى انتهينا بمصيبة بقبر شمون هيدا كله شو هيدا مش استهداف طب بس استاذ وقل هلأ هيدا الكلام بهيدا اللحظة اللي عم نعيشها وهلأ كنت بعدك عم بتقول عن الناس اللي عم بتروح بقوارب الموت وبتناه وبتموت بالبحر عن الأطفال اللي عم بتموت بين إيدين أهلية عن الفقر عن الجوع هيدا الكلام شو بينفع بهذا الوقت هيدا ألا ينكى الجراح يعني انت عم بتقول لي عن الاستهداف اللي اللي حقكون بعهد الرئيس عون من وقتها لليوم بس وكأنه اليوم انتوا عم تنتقموا عم بتنكلوا فيه ولو انه بالمواقف يعني بالكلام وكأنه تنكيل بالرئيس من خلال الكلام وهيدا الكلام ألا يستفز الطرف الآخر ألا يستفز التيار الوطني الحر هل بفيد هذا الكلام انه ننكى الجراح بهيك لحظة مصيرية بالبلد لا أنا ما عبيحكي لانكى الجراح أنا عبيحكي لأوصل لخلاصة سياسية هو أنه فعليا إذا بدنا تغيير فعلي بالبلد يجب أن يكون هناك تغيير في رئيسة جمهورية كيف بدأت تغيير طبعا نحنا بس لأقول له نحنا ما فينا نطرح على الأمر لأنه سيأخذ على الاعتبارات الطائفية بين القوات اللبنانية على موضوع الاستقالي من المجلس النيابي كان لدينا موقف نحنا واليوم برجع بكرره واليوم برجع بكرره لغبطة البطرك اللي عبيعمل مواقف عالية السقف جدا يجب أن يكون هناك موقف سياسي من القوى السياسية بين مزدوجين المسيحيين متقدم في موضوع رئيسة الجمهورية لا نستطيع أن نستمر بهذا الشكل نحنا ما فينا نطرح الأمر حضرتك بتذكر كتير منيح وقته على أيام الرئيس لحود والبطريارك السفير يلي كان البطريارك السفير يعتبر بطرك 14 أدار أو هو الأب الروحي لله 14 أدار وغدت استشهاد الرئيس رفيق الحريري وكان في مطالبة بتنحي الرئيس لحود بوقتها البطريارك السفير منع هذا الأمر رغم ما للبطريارك السفير من موقف به ذاك الوقت ورغم الوضع اللي كان موجود يعني كيف أنت تكتب من بطريارك من بطريارك الماروني بين مزدوجين أنه يقصر ولاية الرئيس الجمهورية الماروني أنا بدي أقول لك من شانك ولي الجمهوري دائما يردد ويقول هذا موقفنا اللي كلنا ملتزمين فيه بأنه نحنا لا نضرح هذا الأمر لعدم خلق حساسيات ويجب أن تكون المقدمة من الموقف المسيحي وأنا بتذكر كمان مثل ما بتذكر أن تجربة الرئيسي من الله حول أنا بتذكر أنه مرتين في لبنان حصل انتخابات رئيسية مبكرة ولم يكن هذا المحظور قائما وصار في انتخاب رئيس جمهورية بشكل مبكر وما نهز موقع الرئيسي بالعكس تعزز موقع الرئيسي بس كمان ما فيك تقارن الحقبات التاريخية ببعض يعني احنا اليوم بلحظة يعني أنا بدي أرجع أقول لك يعني لما بيكون في هذا الكلام يعني وهذه إفارة هذه الحساسيات أي حساسيات هل من بعطلك أن أعطي الحساسيات ما حدا ما وكأنه عم ننتقم من البلد مش عم ننتقم من البلد مش من الجهة السياسية أنا عم ننتقم أنا عم بوصف وأنا إلي حق يا نايب أني وصف مش وص وصف وأعمل محاكمة لعهد سياسي وعهد رئيسي هذا العهد أولا بقانون الانتخاب كاد أن يدمر الوحدة الوطنية بين اللبنانيين هذا العهد على المستوى الاقتصادي هل 않고 أنت قل لك نشوين إحنا أول مرة بصير عنا أزمة اقتصادية ما صار عنا دائما أزمة اقتصادية كان يجي خليني كاف كان يجي مين ينجدنا بس هذا العهد كمان دمر علاقات لبنان العربية ودمر علاقات لبنان دولية وهذا العهد وضع لبنان في قفص لا يمكن خروجه منه شو هل obscure منه العربة بيحكي معنا أنا أريد اسألك منه العربة بيحكي معنا معظم المواقف الدولية لو لم يتبرع الرئيس الفرنسي ويجي ويقول أنا بدي أنقذ لبنان مين من العالم كله سواعد مفكر يحكي مع لبنان